الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فلازلنا مع شرح بن عقيل على ألفية بن مالك وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف وغير ذو التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر إذن عندنا اسم الزمان واسم المكان ينقسم إلى متصرف وغير متصرف المتصرف ما استعمل ظرفا وغير ظرف كيوم ومكان وغير المتصرف ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبهه مثل كلمة سحر المتصرف يأتي مفعولا به صرت يوما جلست مكانا وأيضا مبتدأ يوم الجمعة يوم مبارك مكانك حسن ويأتي فاعل جاء يوم الجمعة ارتفع مكانك وغير المتصرف مثل كلمة سحر إذا أردته من يوم بعينه فإن لم ترده من يوم بعينه فهو متصرف قال الله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر جلست فوق الدار فهذا لا يستخدم كلمة سحر وكلمة فوق لا يستخدم إلا ظرفا وشبه الظرف أنه لا يخرج عن الظرفية إلا باستعماله مجرورا بمن ككلمة عند وكلمة لدن فقولنا خرجت من عند زيد صحيح وقول العام خرجت إلى عنده خطأ ثم يقول الشيخ وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر ينوب المصدر عن ظرف المكان قليلا جلست قرب زيد بمعنى أي مكان قرب زيد ولا ينقص لا تقل آتيك جلوس زيد تريد مكان جلوسه هذا في ظرف المكان أما ظرف الزمان فيكثر ويكثر إقامة المصدر مقام ظرف الزمان آتيك طلوع الشمس وقدوم الحاج وخروج زيد والأصل آتيك وقت طلوع الشمس آتيك وقت قدوم الحاج آتيك وقت خروج زيد لماذا قلنا في الأول هنا جلست قرب مكان زيد لا يصح لأن حذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مكانه هنا يصح في ظرف الزمان حذف المضاف وتعرب المضاف إليه إعرابه هذا مقيس في كل مصدر في ظرف الزمان أما ظرف المكان فلا ينقص إذا قال وقد ينوب عن مكان مصدر قد تقليل وذاك في ظرف الزمان يكثر والله أعلم ترجمة نانسي قنقر